بعد فرض العقوبات الأمريكية على بعض المصارف العراقية مهربوا الدولار يلجأون إلى طرق بديلة للتهريب بطاقات الألعاب الإلكترونية أصبحت وسيلة جديدة لتهريب العملة خارج البلد عن طريق شرائها بالدولار نواب في اللجنة المالية يحذروا من خطورة هذه الحيل المالية التي قد تشدد العقوبات الاقتصادية على العراق شاعة الـ POS واللي هو نقاط التبادل التجاري الإلكترونية اللي تخلي المواطن بعد ما يحتاج أنه يتداول العملة بشكل ورقي وبالتالي ما يكون أكو تهريب العملة على تبار يتم نقل المبالغ من حساب إلى حساب أكثر من مليار دولار تم تهريبه إلى الخارج عن طريق شحن بطاقات تلك الألعاب وهو ما يعتبره مختصون ومسؤولون اقتصاديون خطرا كبيرا يهدد اقتصاد الفرد بشكل خاص والدولة بشكل عام ظهرة الألعاب واقعا نسميها الألعاب الداخلة لها آثار سربية كبيرة جدا وخصوصا على المجتمع خصوصا على شبابنا وحتى على أطفالنا باعتبار تدخل كثير من الثقافات حتى الثقافات الأجنبية وبالتالي تثير حتى مشاعر العنف لدى الأطفال ولدى الشباب وإلى جانب الخطر المالي لتهريب الدولار عبر بطاقات الألعاب الإلكترونية تحذيرات أمنية يطلقها مختصون من خطورة تلك الألعاب على الأمن المجتمعي مع دعوات لضبط انكشارها واستخدامها محدي غريب واني نيوز بغداد